اشتركوا في القناة حيث وافته المنية في تمام الساعة الواحدة من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق ثلاثة اربعة الف واربعمائة وستة وثلاثين من الهجرة انا لله وانا اليه راجعون تغمد الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بواسع رحمته وغفرانه واسكنه فسيح جناته وعزاؤنا تمسك هذه الامة بدينها القويم فجزاه الله عن الاسلام وعن هذه الامة وعن المسلمين كافة خير الجزاء وقد تقرر الصلاة على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاسعود رحمه الله بعد صلاة عصر هذا اليوم الجمعة في جامع الامام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض ولله الامر من قبل ومن بعد كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي بيان من الديوان الملكي تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير سلمان بن عبدالعزيز الاسعود البيعة ملكا على البلاد وفق النظام الاساسي للحكم وبعد اتمام البيعة وبناء عن البند ثانيا من الامر الملكي رقم الف تقسيم ستة وثلاثين وتاريخ ستة وعشرين خمسة الف واربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة الذي نص على اي بايع صاحب السمو الملكي الامير ميجرن ابن عبدالعزيز الاسعود وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية يحفظه الله لمبايعة صاحب السمو الملكي الامير ميجرن ابن عبدالعزيز وليا للعهد وقد تلقى سموه البيعة على ذلك وستبدأ البيعة من المواطنين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز ولسموي ولي عهده الامير ميجرن ابن عبدالعزيز يحفظهم الله في قصر الحكم في الرياض بعد صلاة عشاء هذا اليوم الجمعة ثلاثة اربعة ألف واربعمائة وستة وثلاثين من الهجرة بمشيئة الله تعالى رحم الله عبدالله بن عبدالعزيز ووفق الله سلمان بن عبدالعزيز ومدر وكافة الأسرة الملكية وحفظ بطننا آمنا مستقرا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن مشاهدين كما شاهدنا قد توفي الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين رحمة الله عليه وتم مباعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ليكون ملكا للبلاد والأمير مجرم بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية هذا النبأ نقل له لكم مباشرة عبر القناة السعودية الجنازة ستكون صلاة الجنازة بالغد بإذن الله بعد صلاة الجمعة أيضا المباعة ستكون من المواطنين أيضا غدا للأمير مجرم ولي عهد السعودية والمباعة ستكون في القصر الملكي أيضا غدا للأمير سلمان بن عبدالعزيز ليكون خادم الحرمين الشريفين ومالك المملكة العربية السعودية هذا وتنع مجموعة شبكة قنوات سي بي سي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تغمض الله الفقيدة برحمته الواسعة بإذن الله